بمناسبة اليوم العالمي للسيدا من المهم نحكي عن نقطتين أولاً أهمية الفحص المبكر وتانياً أهمية الوقاية من هالفيروس السيدا أو الأيدز هو مرض نقص المناعة المكتسبة اللي بيسببه فيروس الـ HIV الـ HIV فيروس بين الناس بثلاث طرق من خلال العلاقات الجنسية بدون استعمال الوقت الزكري من خلال التعرض للدم اللي ملوث بهالفيروس أو من المرأة الحاملة للجنين أو الطفوية هالـ HIV هيدا هالفيروس بيدخل على جسم الإنسان ومعقول يستمر لموجود وعم بيتكاثر لفترة سنوات عديدة من دون ما يشكل أي أو يبين أي عوارد بخلال هالفترة هالشخص الحامل للفيروس معقول يكون عم بيساهم بينشر الأشخاص آخرين حواليه من دون علمه بعد فترة من الإصابة بهالفيروس اللي بيكون عم بيسير جهاز المناعة عم بيتدمر تدريجياً بسبب الـ HIV وهالشي هيدا بيوصل لمرحلة الإيدز أو السيدا اللي هي المرحلة المتقدمة من قصور المناعة المكتسبة بخلال بهالمرحلة هيدا اللي بنعرفها بالسيدا أو الإيدز هالإنسان بيكون جهاز المناعة عنده مشلول أو مدمر تقريباً كلياً الإنسان بيكون معرض للإصابة بأمراض جرسمية وأمراض أخرى عديدة ومعقولة هالأمراض هيدا تؤدي للوفاة هالواقع هيدا كان مزبوط بالـ 1980 بالـ 1990 إنما اليوم بالـ 2015 الواقع صار مختلف فينا نحكي عن هالمرحلة هيدا بكلمتين العلاج هو الحياة بهالعصر هيدا لعلاج الـ HIV متوفر العلاج واكنية عن حبوب تاخدر شخص يومياً بدون انقطاع هالحبوب هيدا هالأدوية هيدا بتمنع تكاتر الفيروس بدم الإنسان وبالتالي بتقضي عليه بالدم بتخلي جهاز المناعة عنده يظل قوي وفعال وبنفس الوقت بتحد من انتشار الفيروس لأشخاص ناخلين فحب زكير بالشغلتين اللي بلشنا فيهم بالأول البقاية هي الأساس والفحص المبكر هو الأساس أيضا شكرا